الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد أبنائي وبناتي طلاب وطالبات شهادة الثانوية الأزرية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته المرة اللي فاتت كنا بنتكلم في سورة النجم عن الوليد بن المغيرة هذا الشخص اللي كان عنده عقل وعقل كبير بس كان عنده في قلبه هوا ودي المشكلة مشكلة الكفار مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانتش تضاغن العقول كانت تضاغن القلوب والمشكلة الأكبر في تضاغن القلوب التضاغن معناها الكره تضاغن العقول يصل إلى نتجة كويسة جدا أنا وانت في شكالية فكرية فإما نجي نتكلم مع بعض يقنعك يتقنعني أنا أقتنع بكلامك لو أنت على الحق وانت تقتنع بكلامي لو أنا على الحق إنما المشكلة مع الكفار مش تضاغن العقول لأن لو كان تضاغن العقول كانوا اتبعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنه أقنعهم والولد أول من شهد بذلك لكنها كانت تضاغن في القلوب تضاغن في القلوب يعني هم مش عايزين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم بقولوا يعني ألم يجد الله تبارك وتعالى أحدا يرسله إلينا غير هذا اليتيم فالمشكلة إزاي إحنا نتبع هذا الشخص وإحنا مش حبين إن إحنا نتبع هذا الشخص فالإشكالية في القلب مش في العقل طيب عشان كده لما شفنا المرة اللي فاتتي الوليد بن المغيرة بيقول إيه يقول القرآن عنه وأعطى قليلا وأكدى قطع ما كان يعطيه شوف بقى القرآن هيحوره محاورة عقلية إزاي علشان يبين لنا إن الوليد كان المشكلة في القلب مش المشكلة في العقل أبنائي وبناتي هيا بنا إلى آيات ربنا تبارك وتعالى يقول ربنا أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ما معنى عنده علم الغيب فهو يرى الإجابة يرى هنا بمعنى يعلم يعني هل عنده علم الغيب فهو يعلم أن هذا الشخص الذي قال له أنه يضمن له العذاب يوم القيامة أن هذا الشخص صادق وأن في حد فعلا يقدر يضمن له العذاب ويتعذب ما كم منه يوم القيامة ثم تقول الآيات أم لم ينبأ بما في صحف موسى فما معنى ينبأ وما المقصود بصحف موسى عليه السلام أم لم ينبأ يعني أم لم يخبر أم لم يأتيه الخبر والوحي أم لم ينبأ بما في صحف موسى المقصود بصحف موسى التوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على سيدنا موسى عليه السلام تقول الآيات أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم إيه وإبراهيم دي ما المراد من قوله وإبراهيم المراد أي أم لم ينبأ بما في صحف موسى وبما في صحف إبراهيم وفي صحف إبراهيم أيضا طيب هو في صحف لسيدنا إبراهيم نعم في صحف لسيدنا إبراهيم وفي صحف لغيره من الأنبياء بس اللي احنا نعرف أسماءهم أربعة القرآن والتوراة والإنجيل والزبور التي أنزلها الله تبارك وتعالى على داود عليه السلام إنما في صحف كثيرة جدا البعض وصل بها لأكثر من مئة صحيفة ومنها ما نزل على شيث ومنها ما نزل على غيره من أنبياء الله تبارك وتعالى ما معنى وإبراهيم الذي وفى إبراهيم الذي وفى يعني إبراهيم الذي أتم كقوله تعالى بكلمات فأتمهن طيب ما السبب في إطلاقه لألوفى ما ألش وفى بإيه بالضبط قال يتناول كل وفاء وتوفية فإبراهيم عليه السلام كان مثالا للوفاء طيب اسألني بعض الناس ويقوله ما مظاهر وفاء إبراهيم عليه السلام ولما سم الله تبارك وتعالى خليله بأنه وفاه الإجابة من مظاهر وفائه عليه الصلاة والسلام عن الحسن أنه قال ما أمره الله بشيء اللي هو سيدنا إبراهيم ما أمره الله بشيء إلا وفى به ويمكن دل على كده أن الله لما أمره أن يذبح ولده لما أمره أن يذبح ولده وفى بذلك والله تبارك وتعالى فدى ولده بذبح عظيم بل قيل إن وفديت منها إن ربنا سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عهد أن لا يسأل أحدا إلا الله حتى أنه لما أمر أو لما أراد الكفار أن يلقوه في النار وجاءت الملائكة تضج إلى الله تبارك وتعالى وأذنى لهم في أن يساعدوا إبراهيم وذهبوا إليه ليعرضوا عليه المساعدة قال لا حاجة لي إليكم وأنا لا أحتاج إليكم إلى أن هموا بإلقاء بالنار فقال حسبي الله ونعم الوكيل فلم يسأل إلا الله تبارك وتعالى تنتقل الصورة بعد ذلك إلى موضوع آخر يتكلم هذا الموضوع عن مظاهر العدل الإلهي أو عن بعض مظاهر العدل الإلهي في قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى فما أصل كلمة تزر وما الوزر وما نوع أن في قوله ألا تزر وما محلها من الإعراب الآيات في قوله ألا تزر وازرة وزر أخرى هذه آيات توضح ما جاء في صحف إبراهيم وموسى والتي يعلمها القاصي والداني في صحف إبراهيم وموسى ألا تزر وازرة وزر أخرى تزر من وزر يزر يعني أن لا تكتسب وزرا الوزر والإثم والمعنى أنه لا تزر لا تحمل إثم نفس أخرى والضمير هنا ضمير الشأن يعني أن الشأن وأن الأمر ومحل أن وما بعدها الجر نعربها يعني بدل من قوله تبارك وتعالى في صحف موسى في صحف إبراهيم وموسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى أو نعربها في محل رفع مبتلأ محذوف تقديره إيه اللي موجود في صحف إبراهيم وموسى الذي موجود فيها هو ألا تزر وازرة وزر أخرى كأن قائلا قال ما في صحف موسى وإبراهيم إيه اللي موجود في صحف إبراهيم وموسى فكانت الإجابة ألا تزر وازرة وزر أخرى لا تتحمل نفس ذنب نفس أخرى ثم تقول الآيات أخرى أن في صحف إبراهيم وفي صحف موسى أنه ليس للإنسان إلا ما سعى فما معنى Quiet ليس للإنسان إلا ما سعى المعنى ليس للإنسان إلا سعيه لن يأخذ من الحسنات إلا ما أعمله طيب هل هذا الكلام موجود في صحف إبراهيم وموسى نعم هذا الكلام موجود في صحف إبراهيم وموسى هنا قد تصور عند بعض الناس بعض الإشكاليات يقول لي إيه الآب تقول ليس للإنسان إلا ما سعى طيب هل دا يتعارض مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأنه يجوز للإنسان يصوم عن غيره وقال فرأيتي إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته في الحج أو في الصوم يعني ينفع الإنسان يصوم عن غيره وينفع الإنسان يحج عن غيره فقالت نعم فقال فدين الله أحق بالوفاء طيب ما هو كده الإنسان سعى لغيره وسعيه دا يعني أخذ عليه حسنات يعني مثلا فلان مات وما كانش حج وأنا قريب وقررت أن أنا من ماله هو وصاني وأنا من ماله حجيت بدل عنه هل يثاب على ذلك؟ إن شاء الله يثاب على ذلك طيب إزاي وربنا بيقولوا أن ليس للإنسان إلا ما سعى هناك جوابين على هذه المسألة الجواب الأولاني أن الآيات دي بتتكلم عن صحف إبراهيم وموسى مش عن شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الدين واحد إن الدين عند الله الإسلام إنما قد تختلف الشريعة من نبي إلى آخر لأن كل قوم يناسبهم أحكام قد لا تناسب الآخرين فمثلا التوبع في بعض الأمم كانت بقتل النفس إنما إحنا التوبع عندنا بالاستغفار والندم وأن يعزم الإنسان أن لا يعود إلى هذا الفعل مرة أخرى لغاية التاني يقول لي إنما هو فعل ابني هو فعلي لأن فعل ابني هو ابني ده سعي لأنه نتاجي نتاج عملي أنا اللي ربيت على كده علشان كده يقول لك إيه أولد صالح يدعو له طب ما هو ده من سعيه أيضا يبقى وقال ليس الإنسان إلا ما سعى يعني ليس له إلا سعيه وولده من سعيه ولده من كسبه أو كما يقول بعض العلماء طيب ننتقل بعد ذلك إلى سؤال آخر من مراد بقوله تبارك وتعالى وأن سعيه سوف يرى الإجابة أن الإنسان سوف يرى سعيه في ميزان حسناته يوم القيامة ما معنى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وعلى ما يعود الضمير في قوله يجزاه وما هو هذا الجزاء الإجابة ثم يجزاه يعني يجزى العبد هذا السعي يجزى العبد سعيه يقال جزاه الله عمله وجزاه على عمله فيجوز بالحرف الجر على التعديل بحرف الجر على وبحرف حرف الجر وإيصال الفعل يعني أن الفعل يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى حرف جر ليتعدى ويجوز أن يكون الضمير للجزاء ثم فسر الجزاء بقوله الجزاء الأوفى أو نعرب الجزاء الأوفى بدل من كلمة ثم يجزاه وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تبنا أين نزل قوله وأن إلى ربك المنتهى وما المنتهى أين هنا مش المقصود منها المكان المكان يعني هل هي موجودة في صحف إبراهيم وموسى هذا كله موجود في صحف إبراهيم وموسى والمنتهى المقصود هنا في هذه الآية المنتهى مصدر بمعنى الانتهاء يعني ينتهي إلى الله تبارك وتعالى الخلق يرجعون إلى الله إلى الله المصير إلى الله ترجعون تنتقل الآيات بعد ذلك لتتكلم عن مظاهر قدرة الله تبارك وتعالى فيقول ربنا وأنه هو أضحك وأبكى يعني إيه أضحك وأبكى جاء في قوله تبارك وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى أن الله هو الذي خلق الضحك وأن الله أيضا هو الذي خلق البكاء وقيل أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الفرحة وهو الذي خلق الحزن وقيل أن المراد بهذا أن ربنا تبارك وتعالى أضحك المؤمنين في الآخرة بالمواهب يعني بما وهبهم الله تبارك وتعالى من خير ومن نعيم ومن ثواب ومن جنات وأن الله تبارك وتعالى أبكاهم في الدنيا بالنوائب يعني بما ابتلاهم به من مرض أو فقر أو فقد عزيز أو فقد ولد أو فقد نعمة أو ما شابه ذلك ما معنى وأنه هو أمات وأحيا الإجابة قوله وأنه هو أمات وأحيا أي أن الله تبارك وتعالى أمات الآباء وأحيا الأبناء الأباء هنا معها الأجيال القديمة والأبناء معناها الأجيال الحديثة أو أن الله أمات بالكفر وأحيا بالإيمان فالكافر ميت في ظلمة الكفر والمؤمن يحيا في نور الإيمان أو أن الله تبارك وتعالى أمات هنا وأحيا ثمت يعني أمات هنا وأحيا هناك أمات هذا وأحيا هذا يعني مش المعنى الإشارة ما المقصود بقوله تبارك وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وما معنى من نطفة إذا تمنى قوله تبارك وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى أي خلق الصنفين الذكر والأنثى من نطفة النطفة وهي المني إذا تمنى يعني إذا تتدفق هذه النطفة في الرحم تقول ربنا تبارك وتعالى وأن عليهم نشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى ما المراد بالنشأة الأخرى وما معنى أقنى قوله تبارك وتعالى وأن عليه النشأة الأخرى المقصود بالنشأة الأخرى هنا الإحياء بعد الموت وأنه هو أغنى وأقنى أغنى مفهومة أما كلمة أقنى أعطى الإنسان المال الذي يقتنيه الذي عزم الإنسان ألا يخرجه من يده وقيل أقنى يعني أعطاه الكفاية من المال ورضاه الله تبارك وتعالى بما أعطاه وأنه هو رب الشعر الشعر كوكب يخرج ويطلع بعد الجوزاء في شدة الحر والجوزاء هذا كوكب معروف للناس جميعا وكانت خزاعة تعبد الشعر اللي هي الكوكب ده فأعلمهم الله تبارك وتعالى أنه سبحانه رب معبودهم هذا الذي يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى ما المقصود بعاد الأولى وما القراءات الواردة في هذه الآية قوله تبارك وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى عادا الأولى اللهم قوم هود أما عاد الأخرى هو في عاد الأخرى آه عاد الأخرى اللي هي إرم قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد هه إرم 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 ذات العماد قوله تبارك وتعالى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى يعني فما أبقاهم ما المقصود بقوله وَقَوْمَ نُوْحٍ مِنْ قَبْلِ وَمَا مَعْنَى مِنْ قَبْلِ وَلِمَ كَانُوا أَظْلَمَ وَأَطْغَى المقصود بقوله تبارك وتعالى وَقَوْمَ نُوْحٍ مِنْ قَبْلِ يعني وَأَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَ نُوْحٍ فقوم دي منصوبة بفعل محذوف تقديره أهلك تعالى قوم نوح أهلك قوم نوح من قبل يعني من قبل مين يعني من قبل عاد وثمود مش هو قاله أنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى ثم قال وَقَوْمَ نُوْحٍ مِنْ قَبْلِ يبقى من قبل عاد ومن قبل ثمود إهل عِلَّ في الإهلاك قال ربنا تبارك وتعالى إنهم كانوا هم أظلم أطغى كانوا أظلم من مين أظلم أفعل تفضيل يعني يشترك اتنين في حاجة وواحد فيهم يفضل الآخر أهو قوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود اشتركوا في شيء اشتركوا في إيه اشتركوا في الظلم واشتركوا في الطغيان لكن قوم نوح تميزوا عن غيرهم في الظلم وطبعا ده شيء مش مميز يعني تدميزوا عن غيرهم في الظلم فكانوا أظلم من عاد ومن ثمود وتميزوا عنهم في الطغيان فكانوا أطغى من عاد ومن ثمود لأنهم كانوا يضربونه حتى لا يكون به حراك وينفرون عنه حتى كانوا يحلرون صبيانهم أن يسبعوا منه كلام ذا مهم جدا عشان نرى طغيان قوم نوح طوم نوح فعلا كانوا أظلم وأطغى كان تعاملهم مع نوح جاف جدا وكان استمرارهم على الطغيان والكفر شيء عجيب يلبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما في الدعوة لا يستجيبون إليه لدرجة أن يعني يحكى أشياء غريبة جدا يحكى أن كان الرجل منهم ياخد ابنه كده الصغير ليذهب إلى نوح ويقول لابنه شايف نوح ده اوعى تتبعه أنا بوي وانا صغير خدني من إيدي ودني لحد نوح وقال لي برضو شايف نوح اللي هناك ده اوعى تتبعه يعني أجيال كلها تصعد وتنشأ على كراهة نوح وعلى الكفر بنوح مع أن نوحا عليه السلام كان يدعوهم إلى الخير وكان يدعوهم إلى النجاة وكان يدعوهم إلى الجنة ومع ذلك كانوا يحذرون صبيانهم وكانوا يعاملونه بخشونة ويضربونه ضربا شديدا حتى لا يستطيع أن يحرك لا يدا ولا رجلا ولذلك القرآن يقول عنهم قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى ولذلك سيدنا نحول إيه ربي لا تظر على الأرض من الكافرين ديارة إنك انتظرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجر كثرة ما معنى والمؤتفكة ومن المقصود بهم المؤتفكة أي القرى التي ائتفكت بأهلها أي انقلبت بأهلها اللي هم قوم لوط لما قلبهم سيدنا جبريل عليه السلام اقترع قرىهم من الأرض وقلبهم بعدما صعد بهم إلى السماء والمؤتفكة أهوى ما معنى أهوى وما موقعها من الإعراب أهوى يعني رفعها سيدنا جبريل عليه السلام من الأرض إلى السماء على جناحه ثم أهوى إلى الأرض يعني أسقطها إلى الأرض كلمة المؤتفكة إعربها إيه المؤتفكة منصوبة بكلمة أهوى يعني مفعول به للفعل أهوى يعني أهوى جبريل المؤتفكة يعني أسقطها جبريل عليه السلام ما معنى فغشاها وما الغرض من قوله تعالى ما غشاها قوله تبارك وتعالى فغشاها أي أنه سبحانه وتعالى ألبسها من العقاب ما غشاها يعني ما غشاها أظن إحنا قلنا قبل كده يعني الغرض منها التكثير والتعظيم يعني غطاها ما غط من العذاب أتاها من العقاب ومن العذاب ما لم يأتي غيرها من الأمم فيكون معنى غشاها يعني ألبسها والغرض التكثير ألبسها وهو تهويل وتعظيم لما صب عليها من العذاب إذن قوم لوط غير بقية الأقوام قوم لوط ما جالهمش نوع واحد من أنواع العذاب شوف كل قوم من الأقوام السابقة جالها نوع واحد من أنواع العقاب فترى مثلا ثرعون يغرأ ترى عاد تهلك عن طريق الريح فريح سرصار عاتية وترى مثلا ثمود بالصيح وترى مثلا قارون بالخسف وترى قوم نوح ففتحنا أبواب السماء بماء منهامر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمن قد قدر إلا قوم لوط لاحظ كده قوم لوط جالهم أنواع من العذاب أشكال من العذاب ترى مثلا في صورة الذريات ربنا يقول عن قوم لوط سيدنا إبراهيم بيسأل الملائكة ما خطبكم؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون ما شأنكم؟ ما طلبكم؟ لماذا نزلتم؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم المجرمين لهم قوم لوط لنرسل عليهم حجارة من طين مسوامة عند ربك للمسلفين إذن هم هلكوا بالحجارة؟ بالحجارة بس؟ لا طب ما احنا معانا في الصورة دي والمؤتفكة أهوى اللي هم قوم لوط برضو مؤتفكة إزاي؟ يعني سيدنا جبريل عليه السلام اقتالع قرى قوم لوط حملهم على جناح واحد صعد بهم إلى السماء حتى سمعت الملائكة في السماء نباح كلابهم وأصوات نسائهم وهم يصرخون ثم قلبهم جبريل أيدي والمؤتفكة قلبهم جبريل عليه السلام ثم أهوى أهوى يعني أسقطهم هوى السقوط يعني الهاوية يعني تحت هو أهوى بهم أهوى بهم يعني أسقطهم طيب يعني هم هلكوا بالحجارة وهلكوا بالإسقاط من مكان عالي كده بالقلب كده كده وبس؟ لا ده تراهم في آية أخرى يتكلم ربنا تبارك تعالى عن صيحة صاحبهم سيدنا جبريل فهلكوا إذن هذه الأنواع والأشكال من العذاب جاءت لقوم لوت دون غيرهم من الأقوام كل قوم يأتيهم نوع من العذاب إلى قوم يأتيهم مجموعة من العذاب ليه لأن هؤلاء القوم غيروا خلق الله تبارك وتعالى فماذا يكون من قومه؟ يقول ربنا تبارك وتعالى وجاءه قومه يمرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات سيدنا لوت يقول يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ فيش وحد فيكم عاقل؟ فيش وحد فيكم عنده يعني تفكير؟ كيف تغيرون خلق الله تبارك وتعالى؟ اشتنل بيقول كده ولآمر أنهم فلا يبتكن أذان الأنعام ولآمر أنهم فلا يغيرن خلق الله هم يغيرون خلق الله تبارك وتعالى هم يأتون الذكران ويتركون الإناث هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم عن طريق الزوج طبعا يعني فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أقول للضيوف إيه؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد أنت عارف إحنا عايزين إيه؟ إحنا مش عايزين للبنات ومش عايزين نتزوك إحنا عايزين نفعل هذه الأفعال المنكرة فعلا قوم لوط ولذلك نحذر الشباب دائما من هذه الأفعال الشائنة من هذه الأفعال الشديدة شوف قوم لوط كيف كان مصيرهم وكيف كان عقابهم كل الأقوام يأتيهم نوع من أنواع العقاب وقوم لوط بالذات يأتيهم هذه الأشكال إوعى تتحدى الله تبارك وتعالى وتغير خلق الله تبارك وتعالى إوعى تشبه الرجال بالنساء أو تتشبه النساء بالرجال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من إعلق الدبدة تغير خلق الله ولآمرنهم فليغيرن خلق الله إياكم من هذه الأفعال واحذروا وخذوا من هذه القصص العبرة والحكمة والدروس المستفادة أبنائي وبناتي كانت هذه آيات من صورة النجم تكلمت عن عقاب قوم نوت وعن عقاب قوم نوح وعن عقاب قوم عاد وعن عقاب قوم ثمود هذه الآيات بيّنت لنا أن الخير كله مجموع بحذافيره في طاعتنا لربنا وطاعتنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وبيّنت أن الشر مجموع في مخالفتي قول ربنا ومخالفتي قول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أبنائي وبناتي إذا تكلمت فتذكر سمع الله لك وإذا نظرت فتذكر نظر الله إليك وإذا سكت فتذكر علم الله فيك وكن مع الله كالهباء في الهواء وحركه كيف شاء أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم حياكم الله ورعاكم ولكل خير أبقاكم ومن كل شر نجاكم وفي الحلقة القادمة نراكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة